جعل الله الكعبة البيت الحق الكعبة سميت بالكعبة من التكعيب وهو التربيع لأنها مربعة وكل شيء مربع يقال له كعبة وأيضا يقال الكعبة الشيء الناتئ البارز كعب ومنه كعب القدم الذي يكون بارزا سواء من جهة اليمين أو جهة الشمال بارز الكعب ومنه قول الله تبارك وكواعب أترابة والكواعب هي نهود النساء عندما تبلغ الفتاة يبرز صدرها يسمى كعبا يقال لها كعب فالكعب هو البارز وهذه الكعبة بارزة ارتفعة أو كعبة كونها مربعة وكل هذا صحيح جعل الله الكعبة البيت الحرم هذا عطف بيان أريد البيت الحرم والبيت الحرم قلنا يشمل الحرم كله